ترقب وعشق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي واجبنا الحب لأبعد مدى لا تجعل غيرك عرض للضياء وتسبب له التعاس بدل السعادة لا للضياء لا للضياء مسرح الإذاع المغربية يقدم لا للضياء لا للضياء مسلسل اجتماعي في حلقات تأليف وإخراج أنور الجند الحلقة التاسعة والعشرون أشكد خليها جدا أش بحكيها بغيت حكي ليا واضفة ذيك المسجلة واجي قلت يا ابنيتي هيبة قلت نحكي لك ابنيتي عاش واقع ها المسجلة طفتها شكون هذا اللي وقع لي ذيك المروف ظالم نفخة لمن الحيث اللي عجبها رأسها ذيك اللي ما حملنا ما قبلنا تقولي هاي زعي نقفة شكون كريمة ما كريمة فيها غير اسمية اسميتها ما مواتيها كان عرث أنا كريمة نيت إلا هاد كريمة الإيمة وغوشة ديمة ها أنت تاني يا جدا بدت تكلمي بلغة الملحون أنا كان عرفك منك تكوني مقلقة على شي حد كيبدأ يخش لك الزجل والقوافد الكلام بحال هاديك الفلفلاء أتخرج من بنادم شلق وفي وشلق وفي أنا تشهيت وتمنيت وبغيت نعرف أمناين ورتاد بكل نحس اللي فيها أبطاها شهوة أمها حلوة أخوها نخوة إلا هي مهالي هدوة شاطا ما تصلاتا خصها القلاتا كتصبح مخرجة نيابها وكتنعس من ويافة جنابها وما كرهت تكل حبابها تقولي شي جن سابها ولا شي عفريت ضربها ولا الشيطان شربها البغض فشربها حاهاهاهاها الحاصل أنتية الضا إلا تقبض تبتي بشي حد خاصوا يطلب سلكا من لسانك ويطلب سلكا باللعنب على رقبتي كن ما معزت مابها ومحبت ماماها كره وريتها ماما من هوها سيدي 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 على سبان بالطفلان هي، يا إ rose نسمعتي والو إما أنا كن مما هالحجة عيشة كنت نحرر فيها العيشة ونرى لها تغوبش فيك انتية يدري ويشا المهم إلهي ما عندها عقل احنا ما ندروا شي عقلنا فيها خليها حتى تحس بأخطأها وغادي تجيهية تعتذر ذلك الساعة المهم دبا مويل الله قل لي يا أشوق عليها اللي وقت عليها هو الضربة وتفليسة المفلسة البنت جاءها عريس دايزوا الكلام ناط تعطاتها مع والديها لغسام وقاتلك هي باقية باقية تقرأ وانا هديك إلهي طفراته انا ما شمرك وهوجهي هوجهك شاء الله تهضرها تفضل زيد اه تفضلي ما شهي تفضل زيدي ما شهي زيد هادي زهور كتشرف الحضور السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا زهور قلسي ملكي وقفا لا لا ما نصيبش نقلس اولا الى قلس غدا تتحرق لي المرزية تشهتها للمهي الدية وقاتلي يا أنا اللي نطيبها لها ماشي الطباخ وخط طباخ كي طيبها حسن مني وكيف ديري هاد المعادلة بغت ماما الحجة عشت طيبها وخط طباخ كي تقنها حسن منك اشهد شقليبة لا لا ما كينحتشي شقليبة مسيكينا من اللي كتضر في بنتها كريمة بسلامتها بلسانها كتدير لي خطري وكتخليني نطيب لها شي شي هو ونبرد في شهوة سمي وكتدير لي خطري كسر من اللي كتتاكلها بعض المرات قاع محروقة وكتقول لي يا تبارك الله على طيبك يا ظهور هكوي كنت طيب وإلا فالق المهم بالنسبة لها هي منقش مقلقة على أختي كريمة اللي دي مانح سني بسبب وبلسبب هاللي قلنا سبحان الله على ديك البنت هزا شكتها مع كل شي مامو قرح تحد وهدلي يا مامو الحجرقي اكتر تزاد ما بيها مازال من قبل كنت كدير وطبقي أما دابا ما عرفت أشجر عليها يو السعات لله راه شابة في مقتبل العمر والشابة في هاد السن حلو حول وعلى مالك كنتي يا شهوة منك حتى انتي شابة ومام فوتة معها غير بسنين قيلة وعمرك ما تبدلتي ولا نعستي بنحش شي ليلة وفي خطيب الكادر شي صباح كله بيلة يو صفية جدا انسي كريمة وانطلبوا لها يتغير حالها وما تبقش عصبية الله يهديها على رأسها ما أنا رأى من النهار الأول شعرت بها ما حملنا ما قبلنا وكون ما وجه الله وجه والديها وما بغيتش نفرق كابنيتي انت مع ابك على حقا عرفه بغيت تعيش معه وانتي ما يمكنك شي تعيش بلا بي كوراني هزيتك الشي ومشيت الضاري وعطيتها مشي لاوه لاوه همو الحجرقية دري بحساب للاوسي دي الحجرطهر هانتي شوفي على الجي سنة بعدها هانتي واخذي هذا البوليزة ماذا في هذا الحقيبه أظهر؟ هذي للا من اللي خرجت تقدرها شي اسفصلات شرعت المو الحجرقية شي كعضويات جليل بابا بيضة بالشال ديالها وخرقتها وشي بينوار سخونة بدأت لبسوه في الليل وصباب طبيض وصباب طبيض وصباب طبيضة وصباب طبيضة وصباب طبيضة دارت هذا الشي في هذا البوليزة وقاتلي نجيبهم لك الله يجزيها بخير بنت الاصل والدار الكبيرة ما عندي منسى الماما الحجر دايرا فجهدها سبع جهود هاللي مخليها كالطيب لها المروزية وتكلها محروقها هاللي مغرقها بالكذوات هاللي كالطيب خطرها بالكلمة الطيبة الحصول الله عمرها دار بحالي لا علمك الله قاع الأخطاء اللي كتعملهم أختي كريمة كتغطيهم بأفعالها وحركتها ماماها الصغبية الله هذي مخلق أمو الحجة أمو الحجة أنا أما بنيت زهر عندي لك واحد خبيرة زينة الله يسمعنا خير أما هي سمعت أمو الحجة باللي عزيزي مسكين ناوي صرفتك مع للا الحجة عيشة وبعب بس اللي شافيه اديروا جميع عمره بعتبارة بصح بصح بنيت بصح إيهي للحجة ها هذي خبيرة بقية في الباكية والباكية في الميكة والميكة بيضة الله يبيض سعديك واقولوا آمين آمين سير يا عزور الله يعطيك على قدنيتك ويجيبلك سيراجل اللي يقدر قيمتك ويساعدك ويهنيك في حياتك بنيتك الله على دعوة دعوة دايز هالكلام من فمك السيدير بيامو الحجة أحبا وتأتي أشهده الله حبيبتي تأكل مرة أخرى المرزية بحروقة ونطيب لي آشي حاجة مسلوقة ولا تريشني بحل شيء قوقة بسم الله الوالدة أخلي هاد الألفين درهم عندك وأنا وانا راني قادي ندوز نخلص تليفون ودول ما ولانترنت في منه وغير كله إلى تطلط الله يرده لك أوليدي هزيتي الهم والمسؤولية قبل الأوان حمل بباك حملته بلا وقت والتي تنتلك تصرف علينا وهز قفتنا ومصرف الدار منطق طق حتى للسلام عليكم وشامي هادش بجميل راه دارنا هادي هم من واجبين تكلف مصارفها وخصصها على هنفين تناكل واشك نشرب واش مضوي وانا ما مستغلش هاد تليفون هدا أمر طبيعي وطبيعي جدا إياها وليدة فزل ولكن راح تنتم سبوع بش اللحواج وخصك تشيط لمستقبلك باش تكون براسك خير الله كتير والحمد لله الحمد لله شميع شعل والكشيات هكبه لك اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر الله يدومها نعمة وخدمها ويقوّع لك الخير يا وليدي أمين الوالدة أمين بالحق أنا رفض لك الهم لشنا هاري لنويت يتكمل دينك وتشوف لك شي بنت الحلال تزوج بها خصكا وليدي تكون دير في جنبك شي مبلغ اللي يسهلك المأموريات الصداق والعرس وكيف كيقولوا العرس هرس واللي قال العرس سهل يسقي له غير ما هاد شي على شخصكا وليدي تكون دير بحساب الجيات والدنيا الله يحفظ غاديوكات وعاروكات صعب والأسعار شعلات فيها النار كل شي غلى الله يحضر السلامة والإنسان في هذا الوقت خاصه يضرب حساب المستقبل المستقبل أموي بيد الله ونعمة بالله وخانا عرف بللي التوفير دوير الزمان حاجة مهمة في هذا الزمان ولكن ما كيت سد باب حتى كي حل سد ربي بي بان والحمد لله دبا أموي أنا عندي جوج ديال برامج قرين وكيتبتو باستمرار بشكل دائم ومقع عليهم عقد ديال خمس سنين خمسة وخمسة عليك يا ولادي لهذا أنا انطمئن شوية وخانا من المؤمنين بقولة دوام الحال من المحال ولا حضر مع القدر ولكن بالضردد فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم وبدعواتك أموي لي ما عندي مناش نخاف سر يا وليدي الله يوفقك سر يا وليدي الله يسهل عليك سر يا وليدي الله يسهل عليك ولكن قولي لي أموي أشنو أوليدي عمر كي ما قلت لي باللي أمي الحاجة الظهر كان مزوج شي مرة أخرى قبل ما يتجوج عمتي الحاجة عائشة إيها وليدي كان مزوج وحد السيدة فاضلة الله يرحمها غير ما جابتهاش الهدرة وعمرنا ما جبدنا هاد الموضوع باش نذكرها لك أما هي وليدي هاش غادي نقول لك حتى هي مره ومر مره مره غزالة وطيبة للقلب الكبير بحنيت عمتك مشت صغيرة مسكينة وكانت ولدت واحد لبنية غزولة من صغرها بنية شهوة كانت أزمها أزمها هيبة هيبة أمي هي هيبة بلا شكة وليدي غادي تكون شفتوها أنت واختك مونة بمناسبة الحفلة اللي دارت لعمك من اللي خرج الحاجة الطهر من المسحة أنا شفتها قبل أمي وفاينة وليدي؟ أذهبة الوالدة؟ أنسيت ما قلتها لك مع مشاكل الوالدة كنت لقيت بها في مقر القناة اللي كنشتغل فيها وتعرفنا على بعضنا والصدفة أعرفت في المسحة باللي هي بنت الحاجة الطهر من المره اللولى وتطورت العلاقة بينتنا حتى قطرحت على مدير القناة والتي هي المقدمة هي الواحد من البرامج لي وما بعد ما نجحت في الكاستينغ اللي عملوا لها لأنها أمي بنت موهوبة بنت قفة جميلة مخلقة وأكثر ويصل أجي 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 أخويا حدك شكرة لازربة على صلاح وقلس عودليا بالتفصيل لموميل أنا شو أقصك معها دهيبة قلبي مخبرني باللي قلبك في شي حاجة بحيو أجلس أجلس وحكي لأمامتك الحبيبة حاضر كريمة حبيبة ديالي مالكي نافرة وكرها هاد الزواج واش في هاد الزمان الناس كيرفضوا الزواج الزوسترا وخصوصا إلا كان الزواج بشاب غزال وصغير ودكتور ناجح وولد عائلة طيبة وميصورة برميار ماما أنا ما كان فكرش في الزواج باتاتا وحس براسي بقى صغير عليه وما في يمن تقييد من دابة زيادة على أنه قريت يريد أن نكملها على خاطره أم بلس دو سا أنا ما عندي ما نعمل بها الدكتور في أدية لكم لا هو ولا تقافته ولا عائلته ولا نجاحه لا أهلا إذا لا يبدأ لديي من المسمين لا أضعي بسيطين التفو ومضارب وقالتشعر بسه ويليس ويرجب تحدي حسنا لا أرى لا أرى لا أتمنى أن أرى مهمهم يتمون او لك خافة تكون ضروري اصختم على بوشيت او الحسنة للوجه اللي بحل كانيش انا رمشي هكا بغيت مو ماغي يا ماما ايو كي بغيته بحال دك اللي كنت يركب معه دك بوش عكا اللي لابس الجين مجرجر في الارض ومقطع من الركبة دك اللي دير زوها قف من اخره وطن قف في ادنيه والعقيق في شعره وعنقه هذا كوان رجل اللي تشاه خطرك اه وعلش لا ماما بوكوابا بحال قعلي جند اليوم قفين في شباب اليوم اما جول الشباب اليوم شوه منهم متقفين قارهين متدينين آنيقين زيادة على انهم كيسمعوا الولديهم ونصائح والديهم لانهم عندهم تجري بالهم ودائما دائما الاب والام كيشوفوا مصلحة ولادهم وبنتهم وحتى واحد في الانياه ما كيبغي يشوف شي حد حسن منه من غير ولادهم ونوبك ابنيتي يا كريمة من اللي اخترنا لك هالدكتور فؤاد راح تسوي النعلي وتأكدنا من اخلاقه الولد مرضي مصلي مبليح تبلولة حلاش غادي ترفضيه؟ ما عرفت ما عاجبنيش اماما ما عاجبنيش كله هذا بين من النهار الول غادي قمعني واللي الخروج معه بالحساب والخطوة بغتاء سوف يحرمني نخرجون تحويلة تشيت ونريد تدفولة وإلا لا تريد تحويل الحوايج بشان زيليزي سيقولك لا هو خصوة يشوف الأهرامات وإلا أنا تريد تحويل المغبية نشوفك كوستا ديالسول سيبغي هو يديني نشوف الآثار في توركيا ولا في مراكش ولا في أتينا وعلى دبا هاد شي عندك عيب زيارة المآتير وهاد الأماكن والعواصيم اللي كيزوروه من ناس من العالم كله في نظرك حاجة سهلة وكتسخري منو ايها ماما جسوي داكوغا فيكتوا كيزوروهم لي فياياغ اللي شرفو هرفو وبغوا يزوفي ديهم ليزبغا يفوتو ويصورو الحيوط والسقوفة زعماء خرج فيك العجب انتي دابة متقفة اللي كات هضريب هاد المنطق الغريب المعالم التاريخية اللي خلاو الحضارات القديمة بالنسبة لك انتي يا حيوط والسقوفة هوا جيل واش منجيل المهم دابة نخلي واض الموضوع جنبا وهدك بابك ما عنده وجه عندك ولا حتى هو الشرف وهرف وشقف وفكار وما هياش لا انا ما قلتش على بابا هادش ان بلوس دو سا ماما بابا ما غديش بززع ليش حد انا ما حاملهش بابا رجل متفتح بغيت تبقى بلا زواج ولا شقال لك راسك سين الزواج ركو السلطيلي وليت سحب غدي تبدأي خارجة دخل لنا بداك اللباس دي الحماق اللي والتي تكت لبسي لنا ولا غير القيتيني كان سترعلي قد تنبك واخوك عند بالك را ما كان قلب شارتك والكفر ديال سيارتك وما كان شوفك باللي دايره فيهم تم دوك البوديات ودوك السراوي ديال الويل اللي حتى كتخرجي عد كتبت لهم ولكن لقيتني سكتة وكان قول مع راسي را غير الطيش ديال الصغر لا 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 را ما بقيت صغره را هو اللي تطول مني وضربي راسك اللي معقول وانا هاودني منك را نحب سائلك بباك واخوك ورا كي كتعرفهم زياني لناده را كيبقوا سكتين سكتين ولا هضروه را ما يحبسهم حد ورا كي تبارك الله عليك القارية المتقفة كتعرفي المكلة اللي كتقول تقي شر الحليم وجوش كلمات سنختم بهم ستزوجي هذا الدكتور فؤاد هو هذاك ما بغيتش على رقبتي ما نوافق لك على شي نموذج بحال دك وجه الويل بوشع كاكا اللي كيقرأ معك اوافكري ارطع لي الجواب بوشع كامل بوشع كامل بوشع كامل بوشع كامل تكرستي عليها فقدت معك اغلى ما كتعتز به كل بنت أجدرت لك كامل أجدرت لك كامل أجدرت لك كامل يا ربي كنتم مع المسلسل الاجتماعي لالي الضياء شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان ماريا صادق أحمد الناجي بن عبدالله الجندي جمال بن شيبة جيهان مينة وأنور الجندي هندسة الصوت محمد الناجي بمساعدة فاطمة لتيمي المخرج المنفذ حميد زيان لالي الضياء تأليف وإخراج أنور الجندي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا